سلمت ما تسمى بالمعارضة السورية يوم أمس إلى المبعوث الخاص إلى سوريا ستيذاندي مستورا قائمة بأسماء مرشعيها للجنة الدستورية وقال مهند ليقان المتحدث باسم منصة موسكو للمعارضة السورية في حديث إلى وكالة نوفستي من جنيف إن منصته هو التيار الغد السوري بزعامة أحمد جربا والتيار الوطني الديمقراطي السوري الذي يترأسه هيثا منع أعدت لائحة مشتركة تضم أسماء مرشعيهم للجنة الدستورية وسلمتها إلى ديمستورا فيما أكدت ليقان أن المنصات الثلاث لم تتلقى بعد أي رد من المبعوث الأممي ولفتت ليقان في خضم حديثه إلا أن إعداد القائمة جاء من دون تنسيق مع الهيئة التفاوضية السورية مضيفا أن الهيئة ستعقد في 23 يونيو جلسة في الرياض قد تتمخض عنها قائمة مرشعيها وذكر المسؤول أنه كلما زاد عدد المرشحين كان ذلك أفضل حيث يفسح المجال الأوسع أمام ديمستورا لتشكيل اللجنة شكرا للمشاهدة